مسألة إطلاق الشائعات وترهيب وتخويف الناس طول الوقت هل ده ليه توصيف موجود في العقيدة في الفقهة؟ والتوصيف ده مقترفه يعني أنه اقترفه شخص ما هذه الكارثة أو هذا الجرمة أو هذا الشكل مشكلة التخويف والترهيب ربنا بينظر إليه إزاي؟ ويتم التعامل يعني؟ ده تعمل مع إيه ده؟ أحسنت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه واتبع هداه وبعد فبادئ زيبت هناك جريمة منكرة لها عقوبات دنيوية مذكورة في كتاب الله تعالى القرآن الكريم على فكرة أنت أشرت إليها لها عقوبة جريمة الإرجاف بالفاء قال الله تعالى في سورة الأحزاب لإن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيله هذه الآيات تتعلق بجريمتين جريمتين ذكرهم الفقهاء التخزيل والإرجاف قالوا إيه التخزيل قالوا جماعة من المنافقين في كل زمان ومكان يزورون ويدلسون إشاعات ضارة لتخزيل المجتمع أو النظام وعلى رأسه لقدر الله الجيش والشرطة المدنية لأنه لي سبب نزول ذكر ذلك ابن هشام وغيره قال كان جماعة من المنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتمعون في دار فيطلقون الإشاعات فأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا طلح ابن عبيد الله رضي الله عنهما ليستوسق قال إن وجدتهم كما بلغني فأنزل بهم أشد العقاب لأن دي جريمة بتتعلق بالأمن المجتمعي التخزيل نعم والإرجاف اللي هو حضرتك مثل البهتم بالضبط المرجف هنا نشوف الآيات بقى من الأول كده في صورة الأحزاب أول حاجة أن كل من يدلس بإشاعات تضر المجتمع منافق الحكم ليس من عندي ده أول الآية لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة سواء كان هؤلاء يعيشون داخل البلاد أو خارج البلاد ويصوبون الحقدة والغلة على البلد فربنا نعتهم بثلاثة أشياء بالنفاق وأن في قلوبهم مرض هؤلاء مرجفون في المدينة الآن يستخدموا وسائل مثلا التواصل والاتصالات والسوشال ميديا هي نفس الموضوع كانوا زمن ينبسوا ما بين القبائل يقوم يطلقون الإشاعات اللي هو المرجفون في المدينة